خلاف بين برنامج الأغذية العالم التابع للأمم المتحدة والحوثيين يهدد بوقف تدفق الإغاثة لنحو عشرة ملايين يمن يعيشون على ما تصل إليهم من مساعدات إغاثية بدأ الخلاف منذ أن اكتشف البرنامج في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في المساعدات التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بسلطات الميليشيا وذلك ما استدعى البرنامج إلى الاتجاه نحو العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجا وهو نظام يعمل وفق آلية مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه معمول به عالميا لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات وسبق للبرنامج تطبيقه في مناطق سيطرة الشرعية مصادر مطلعة على المناقشات بين الجانبين قالت لرويترز إن زعماء جماعة الحوثيين طلبوا من برنامج الأغذية العالم وقف عملية التسجيل بهذا النظام في أوائل شهر إبريل بعد إدراكهم أن النظام الجديد يتم دون إشراف الميليشيا المتحدث باسم برنامج الأغذية العالم قال إن استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قيادات جماعة الحوثيين يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل للأشخاص الذين صاروا على الشفى المجاعة أما رئيس ما يسمى باللجنة الثورية محمد علي الحوثيين اعتبر أن إصرار برنامج الأغذية العالم على أن يكون متحكما في البيانات يعد انتهاكا للقانون اليمن الواضح إذن أن الميليشيا تستميت وربما قد تغامر بأقوات الملايين مقابل استمرارها في نهب الإغاثة المقدمة من قبل المنظمات الدولية ترجمة نانسي قنقر